إذن هي متكونة من 60 عضو حاليا وإذا زادت منشآت علمية ستزداد عدد العدد في هذه الندوة كيف نوحد كل هذه القوة القوة الأفكار قوة الكفاءات وقوة المنشآت والتجهيزات لكي تكون لنا سياسة وطنية لرفع من مستوى البحث التطبيقي هي الميزانية التي يستفاد منها القطاع هي أولا الصندوق الوطني للبحث العلمي وأيضا كل القطاعات لديها ميزانية بحث العلمي مخصصة لقطاعها ولكن هو مشكلة ابتكار إذا رفعنا من مستوى الابتكار وإذا دخلنا في أذهان يعني الباحثين الآن أن الابتكار هو المسعى الوحيد لرفع من مستوى البحث العلمي فنجحنا في مهمتنا إذن هذا هو المشكل 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 الآن هو أن هذه الندوة المخصصة للبحث للمؤسسة البحثية عدد الباحثين قليل جدا مقارنة مع الأساتذة الباحثين بحيث عدد الباحثين يعني الدائمين الذين ينشطون في مراقز البحث لا يتجاوز 2300 باحث على المستوى الوطني إذن هذا عدد ضئيل مقارنة مع الدول الأخرى